السلام عليكم دخول النجم سمير غانم في غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظافة الكلة غير صحيح وأوضحت في تصريحات للمصر اليوم بحكم كونها المسؤول عن ملف الصحة في نقابة المهنة التمثيلية أنها تتابع حالة النجم الكبير وما يطرق عليها أول بأول ولم تتلقى أي معلومات عن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة وتبعت نهال أن سمير غانم لا يزال داخل غرفة العناء المركزة بالمستشفى التي يتلقى فيها العلاج وتعتبر حالته غير مستقرة استعرض لأزمة تنفسية أصرت على الصدر ما دفع الأطباء لوضعه على جهات التنفس الصناعي وطلبت نهال محبي الفنان سمير غانم بتكسيف الدعاء له وللفنان الكبير دلال عبدالعزيز التي تواصل العلاج من فيروس كورونا داخل أحد المستشفات الأخرى وكان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دينا سمير غانم قد نفى قبل ساعات ما تردد عن دخول الفنان سمير غانم في غايبوبة بسبب إصابته بفيروس كورونا وكتب رامي رضوان عبر حسابه على الفيسبوك أغلى ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والأستاذ الدلال عبدالعزيز غير صحيح وأضاف السادة الصحفيين رؤساء تحرير المواقع أرجوكم اتقوا الله مش كده الناس بتقف مع بعض وتدعي البعض في المحن والشدائد مش بتزيد من هموم بعض وتابع لا تدعوا أنفسكم وتجروا وراء الصبق الذي يكون على حساب الإنسانية والرحمة والعقل وعلى حساب الآخرين ونفسهم وأسرهم فدي يعني تعتبر آخر أخبار عن سمير غانم ودلال عبدالعزيز يعني فيما معناه أن هما لسه في المستشفى بيطلقوا العلاج الموضوع مفيش فيه جديد من كذا يوم يعني مفيش فيه حاجة جديدة تستدعي أن كل شوية يحصل أي أخبار مالهاش أي لازمة مالهاش أي داعي مالهاش من يورها أي فايدة ولا أي طائل كل واحد بيدي أخبار جزافية كده عشان يعمل سابق صحة فيه ممكن يبقى الكلام بتاعهم مش مظبوط كل حاجة لها وقتها وكل حاجة بتحصل في وقتها وربنا يشفيهم ويشفي جميع المرضى كورونا ويشفي جميع المصريين وجميع المسلمين اللهم أمين